ويذكر مثل هذا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وكان معاوية أيضا من كبار الحلماء كان حليما جدا رضي الله عنه ورحمه ويذكر أن رجلا جاء إليه وهو يصلي وهو أمير المؤمنين وضع يده على عجيزته على مؤخرته وقال ما أشبهها بعجيزة هند يعني أم معاوية رضي الله عنها و هذا من فاعله قلة أدب فلما أنهى معاوية الصلاة لم ينزعج وأتى بالرجل وقال ما حملك على هذا أظنك مراهنا شكلك كده مثلا ممكن تكون واحد عاقل وتعمل حاجة زي كده وتروح للأمير وتضع إذك على عجيزته وتقول هذا كلام أكيد أنت مراهن وكما على كم راهنت قال على مئة ناقة قال خذها رح خذ الرهن بتاعك وخذ معها مئة مني وأذلك على من إذا فعلت به هذا أعطاك أكثر من كل ذلك قال من قال زياد بن أبي سفيان أو زياد بن أبي كما يسمونه و معاوية يعرف أن زياد سيقطع رقبته لا هي مش هيتكلم معه أصلا فذهب الرجل وجعل زيادا ساجدا وضع يده على عجيزته وظن أنه سيصبر كما صبر معاويته وبعد الصلاة يتفهم معاه فسلم زياد من الصلاة ما كملش الصلاة أصلا وقال علي بابن اللخناء حات المغفل دوت وقطع رقبته لا تكلمش معاه أصلا ولا قال له إيه الموضوع ولا ليب تعمل إيه وقطعه وهذا ما أرد معاوية أخذ بالك أرد أن يؤدي به لكن ما أمسه هذا شخص متعد أحمق فهذا الحلم شكرا